السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفانيت اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معي طريقة تحذير حلوة بدون فرن بكأس من الكوكاو اي الفول السوداني فقط كأس واحد فقط اقتصادية كتعطينا هنا يا عشرون حبة فعلا كتجي تحفة في المضاق والاهم انها سريعة التحذير وبدون مجهود معاليا انا نخليكم مع الفيديو ونتمنى تابعوه معي للاخر على بركة الله اولا كننخدو الكوكاو اول الفول السوداني اللي كنحمروه اولا كنحمصوه في الفرن ممكن ايضا تحمروه غير في المقلات وكنزولو لي هنا يا القشرة ديالو كنزولو القشرة ديالو نصف الكمية فقط نصف الكمية والنصف الكمية الاخر كنخليوه بالقشرة ديالو كما كتلاحظو معايا وكنزولو القشرة الزائدة انا هنا يعملت ربع كيلو من الكوكاو اول الفول السوداني لكن من اللي غادي نطحنوه غادي ناخد منه فقط كأس واحد على بركة الله غادي نجيو الان غادي نطحنو هاد الكوكاو اول الفول السوداني بعد ما كيبرد انتوما كيبقال لكم الاختيار بغيتو تحنوه مزيان يعني الطحن يجيب حل دقيق طحنوه بغيتو تخليو فيه بعض القيطة عمل الفول السوداني يخليوها فيه هنا بالنسبة لي هنا يا راني طحنتو باش نحصلوه على بحل عقدة يعني يكون مطحون جيدا كنجيو بنفس الطريقة كنكملو وكما كتلاحظو فالفول السوداني نصفو فيه القشرة ونصفو بدون قشرة بنفس الطريقة غادي نطحنو كل الكمية وغادي من بعد ناخدو كأس واحد بقياس 150 ميليليتر يعني كأس شاي المغربي غادي ناخدو الكأس ونملؤوه وانتو ما كتملؤوه قد ضغطو عليها هكا بالملعقة وبالنسبة للكوكاو المتبقيرة غادي تحتفظو بمثلا تعملوه في شي حلوة اخرى او لا في صابلي اذا على بركتي الله كنجيو الكأس ديال فول السوداني او لا الكوكاو كنوضعوه في الإناء اللي غادي نعجنو فيها ولا اللي غادي نعملو فيه الحلوة وغادي نضيفو لي ملعقتين كبار من الحليب المحلى او للعسل اللي متوفر عندكم بالنسبة هنا الحليب المحلى اللي عملت انا راح اضرتو في البيت يعني منزلي كيجي اقتصادي جدا جدا اذا كنحتاجو غير ملعقتين كما قلت لكم او لا تعملو العسل كيف قال لكم الاختيار وعلى حسب كذلك المتوفر بعد ما كيولي الخليط او لا الكوكاو بهذا الشكل يعني كيولي بحل عجينة كنجيو الان كنحاولو انقسموه الى قرات بنفس الحجم انتوما هنا بالنسبة كما قلت لكم هنا اياه غادي نقسموه الى عشرون وحدة او لا عشرون كرة لانني غادي نعمل عشرون حبة من الحلوة الى بغيتوا انتوما الكمية تكون كتيرة غادي تضعفوه الكمية على حسب الكمية اللي بغيتو تحضره من بعد وهنا بعد ما غادي نقطعهم غادي نشكل منهم قرات وغادي نخليهم في الصحن كما كتلاحظوا معايا ها هما بعد ما شكلتهم غادي نجيبوه الان كنحتاجو الواحد الكسرونة كنعملو فيها الشوكولاتة السوداء الكمية على حسب الرغبة كنعملوها كذلك على نار كعني كندوبوها على حمام مائي هنا كندوبو بدون اضافات لان الشوكولاتة من نوع جيد وملاحظة هاديرا غير بديل الشوكولاتة اللي كتبع عند اي بقال على بركة الله كنجيبو هاد القالب ديال السيليكون او لمول السيليكون وكنبدو بوضع الشوكولاتة السوداء في الاسفل قنوضعو تقريبا تولوت ديال هاد الحفر او لا تولوت ديال شوكولاتة باش نخليو المكان فين غادي نعملو الكوكاو او لا الفول السوداني وكذلك نخليو المكان فاش غادي نعملو الطبقة الثالثة يعني حاولو تقسمو هاد المول الى ثلاثة اذا وهنا بعد ما غادي نفرغو كل كيمياء ديال الشوكولاتة احنا كنفرغوها وكنضربو بهذا كالمول او لا القالب وغادي ندخلوه للتلاجة وغادي نخليو حتى تتماسك الشوكولاتة كنتو زربانين عملوها في المجميد باش تجمد بسرعة وهنايا بعد ما خرجناها من تلاجة كنجيبو الان على بركة الله وكنجيبو ديال فول السوداني او لا الكوكاو اللي حضرنا وكناخدو كل كورا كنعملوها في جيهة هنايا راه هاد المول او لا فيه اثنى عشر وحدة ومن بعد ما غادي نزولهم يعني بعد ما غادي نحضر هادو الاولين غادي نحضر التانين بنفس طريقة المهم في المجموع راكا تكون عدنا عشرون حلوة ولا عشرون حبة من الحلوة نحاولو هنايا نقدوهم جيدا من الجوانب وكذلك نقدو الوجه والسطح ديالهم والان كنجيبو الشوكولاتة البيضاء كندوبوها على حمام مائي حتى هي حاولو تعملو يعني نوع جيد هنا را عملت غير اللي كتبع عند البقال ولا عند الحانوت هكا كندوبوها حتى كندوب بدون اي اضافات كنحصلو عليها بهذا الشكل وكنجيبو الان الحلوة ديالنا وكنعملو كيمية من الشوكولاتة البيضاء في الاعلى هنا كنعملو غير واحد الكيمية اللي غادي تغطي لنا الوجه ديالها وطبعا بعد ما كنعملو الشوكولاتة راحنا كنضربو بالقالب بهذا الشكل باش توزع لنا الشوكولاتة على كامل الجوانب وهنا على بركة الله رانا وضعتها في التلاجة حتى تماثكت كذلك الشوكولاتة البيضاء وكنزولوها بهذا الشكل كنقلبو ذاك القالب ديال سيليكون وكنبدو ونضغطو عليه من الخلف باليد ديالنا وكنطلعو وكنهزو الحلوة على هاد الشكل كيما كتشوفو ما شاء الله كيفش كيجي شكل ديالها راقي وسريعة تحضير مثلا اللي جايين عندكم ضيوف الغفلة او لا كانت عندكم شي مناسبة وبغيتو حلوية سريعة فهدي اسرع حلوة اسرع ما يكون هنا يرى بنفس طريقة غادي نكمل كمية اللي سبقات ليه وغادي نجيب هنا يا كتزيين هاد القالب اللي اولا المو الخاص بالشوكولاتة هادي اخذيت الشكل ديال البابيو اولا هاد الشكل ديال الفراشة وغادي نعمل فيه الشوكولاتة البيضاء وغادي ندخلو كذلك للتلاجة اولا المجمد باش يبرد بسرعة اولا تبردلينا هاد الشوكولاتة بسرعة وهنا بعد ما بردات كنت وضعها في المجمد كنجيبو كنقلبو هاد القالب وكنبدوها كنضربو به فكي نزلو دفعة واحدة وغادي على بركتي الله نبدو باش نشكلوهم كنجيبو الشوكولاتة البيضاء كنعملوها في هاد اللي بابيو وكننسقوهم على الحلوة ضروري انكم تعملو الشوكولاتة باش يلتسقو لكم على الحلوة وميتزولوش بنفس طريقة انتوما بغيتو تحطوهم بشكل مائل بغيتو تحطوهم بشكل مقاد كي بقى لكم الاختيار بنفس طريقة غادي نزيل كل قطاع ديال الحلوة اللي متوفرة عندي اذا متابعينا في الاخير كيكون هذا وشكل نهائي ديال الحلوة ديالنا بعد ما حضرناها كتجي فعلا لديدة جدا في الماداق راقية وغادي تعجبكم وغادي تعجب الاطفال كذلك لانها فعلا لديدة بزار والاهم انها سريعة تحضير بكأس ملفو السوداني او للكوكو فقط كما شفتم معايا معلية الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا صديع ودععه والسلام عليكم ما تنسونيش من دعواتكم ومن تعليقاتكم السلام عليكم